السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هشرح محاضرة مهمة جدا الى وهي محاضرة النازو جسد تيوب انزرشن اندرو موبال خلي بالك المحاضرة دي هتشرح لك في المدرج وكمان السكشن او الجزء العاملي هيتشرح لك في اللاب اللي اتنين بيكملوا بعض اللي اتنين نفس الكلام فحاول تركز كويس جدا في الكلام اللي هقوله خلي بالك البروستجر ده من اهم البروستجرات اللي حضرتك لازم تكون عارفها كويس هتنزل في اي مستشفى ده من الاساسيات او من شغلنا في التمرين فلازم تفهمه كويس جدا جدا كمان انا مش هشرح كده وخلص لا انا اقول لك التركات اللي هتيجي في الامتحان هيلعب لك كده في الجمل دي ويشل لك كلمة يحط لك كلمة خلي بالك بيعاب قوي في السكشن او المحاضرة دي فحاول تركز يا بطل معايا اول حاجة تعالوا كده يعني نعرف يعني نازو جسد تيوب نازو يعني عن طريق او انفي جسد ترك يعني معدة طيب فكرة ايه احنا عايزين نوصل فيدنج او نوصل غزة للبيشنت ده البيشنت ده ممكن مثلا يكون محجوز عندنا في الايسيو او محدود مثلا على ميكانيكا ومش قادر ياخد الاكلة عن طريق الفم فاحنا بنركب له انبوبة بتوصل او بتعبر من عن طريق الفم بعد كده بعد كده توصل للمعدة ليه عشان الاكل يوصل من المعدة ويتهضم والبيشنت يستفد منه طيب ده حاجة ليه بنركبها يعني ببساطة لسه اقول لك الوقت او حاجات كتير بس ده ايه حاجة بسيطة كده طيب فانت عرفت فكرة اهدو انبوبة كده بتتركب عن طريق الانف او عن طريق الفم تعبر عن طريق القصفة كذا ما حضرتك شايف كده توصل للمعدة الكلام واضح قدام حضرتك جميل جميل في الامتحان بقى لازم تعرف اللي هي insertion of a clear شوف كتب لك كلمة clear ليه بقى كلمة clear يعني ايه clear يعني شفافة طب هي هتساعدني في ايه هتساعدني ان انا اعمل assessment لل feeding هو تخضم جوه ولا لا فانت لازم تعرف الحتة دي كويس جميل جميل ايه شفت بقى في التعريف دونزا باك شفت دونزا باك مهم الحتة دي ممكن يشلك الكلمة دي ويحط لها الكلمة تانية يا باك مش انفرونت اوفزا سروت لا باك اوفزا سروت لان حضرتك لو دخلتها انفرونت اوفزا سروت هتعبر عن طريق اللي هننكس وبعد كده توصل في التراكية فانت كده هيحصل له اصبيريشن على طول والعين يشرق منك ويموت فانت بتدخلها ايه؟ فالتراكية دي مهمة جدا جدا طيب دي حاجات كده بقولها لك عشان في حاجات في حد ممكن ما ياخدش بالهم الكلام من اللي أنا بقوله ده يحفز كده وخلاص ما ياخدش بالهم التراكية دي طيب مثلا وانت تنزلت تتضرب معناها انتستاينال وبستيراكشن الغرض منها تقليل الضغط في المعدة ومنع الفوميتنج نمركبين الاموة دي عشان نعم الريف للبرجر اند بريفنت الفوميتنج مهمة جدا جدا نبقى اول حاجة نعمل ايه؟ دي كومبريشن مع عين انتستاينال وبستيراكشن تالي حاجة اسبيسمن يعني احنا مثلا عايزين نحصل على عينة او عشان مثلا فور لابراتوري اناليسز فاحنا ادي بردك من الاغراض ان احنا نحصل على اسبيسمن تالت حاجة اه بروفايد امينز احاجة اسمها اللفاج يعني ايه لفاج يا شباب لفاج اننا بغسل اه بعمل غسل للمعدة بنشوفها جدا مع الكيمويات او السموم يعني ايه لفاج بروفايد امينز فور ارغيشن طيب في حاجة تانية اسمها غواج غواج بقى يعني تغذية او انترال فيدنج ركز في الكلمة دي لان في حاجة تانية اسمها برنترال فيدنج فلازم تبقى عارف بالفرق في الاتنين طيب انترال فيدنج ما انا قلتها لك في الاول خالص العين ده مش قادر ايه عنده مثلا صعوبة في البلع مش قادر يبلع فاحنا بنركب له الانبوبة دي جميل طيب ايه بقى الفرق بين الانترال فيدنج والبرنترال فيدنج الانترال فيدنج معه يعني ربطها كده يعني هي اللي هي النازو جاستريك تيوب مع مرضى الاستروك عين مثلا متوصل على اي عين بدخلنا بيكون متفنتل بتلاقي على طول الام بركب له الانبوبة دي لانه لانه مش هيقدر يأكل عن طريق الفم اللي هو متايب في امبوبة وكمان مع عين التروما يبقى مع عين الاستروك والميكانيكال والتروما اما لما تسمع كلمة بارنترال يعني عن طريق ايه الاي في جميل بارنترال اربطها كده يعني عن طريق الاي في جميل نروح بقى للكونترا انديكيشن اول حاجة ماكسلوفيشيل تروما يعني ايه يعني الواجه والفكين ببساطة يعني بتريمها لك لو احنا درسين ده في الاناتومي زي ايه تعال بقى ناخد البرتس فاحنا درسين اناتومي الموث المهم عين جاي لنا عنده مثلا عامل حاس وعنده ماكسلوفاشيل تروما فدي بدي بقى من دي اول حاجة لازم تكون اعرف وفاهمها لك دلوقتي ثاني حاجة اسوفيجيال ابنورماليتس زي ايه مثلا قال لك اول حاجة ريسانت كوسيتيك ايج انجشن يعني زي حبات الغلة او مادة كيموية جميل ثاني حاجة نوين اسوفيجيال استريكتشر اه هنا بقى في تركاية مهمة يعني ايه اسوفيجيال استريكتشر يعني اسوفيجيال يعني يعني مثلا في اسوفيجيال اتريزي على سبيل المثال فدي بأرضك من بس تحت رملك تركاية كده بيقول لك اسوفيجيال فاريسيز ار نوت كونتر ايديكيشن انا عايز اقول لي حتة مهمة هنا اسوفيجيال فاريسيز ديها شباب اللي هي دوال المريء لو هي مادة او مدرت بنركب الناز وجست ركتيوب عادي اكتب الجملة دي وراي لو هي مادة او هي مادة بنركب الناز وجست ركتيوب عادي طيب اما سفير ممنوع عشان لما تجيلك في الامتحان اكتبها وراي اما سفير ممنوع جميل اه اللي بعض عايز اقول لح حتة بقى كمان مهمة عشان في الناقسم ممكن ما تكون ش فهم اللي هي ريسيتي ريسيتي او اللي هي الجملة ديت يعني يا شباب بصوا ريسيتي ديت مثلا حد بلع مادة كيموية او شارب مادة كيموية فهي بتعمل انفليميشن ولما هتعمل انفليميشن ضفق على كده كمان الانفليميشن ده هيداية المجرى اللي هو اللي انت بتدخل في النازو جاستي الكتوب فدي بردك بتبقى من الكنتر اندكيشن طيب اللي اللي انت عد كده من جنب لا مش ينفع لان انت ممكن كده يحصل للباشن تبليدنج فدي حاجات كده مهمة جدا جدا فكتبوا الحاجات دي ورايا الاكوبمنت سهلة جدا الناس جاستي الكيوب معانا كيواي جل السيستي سكوب دي هيف تاب السيرينج اللي هي بيسموها السيرينج دي تبقى خمسين ولك على مقاسات النازو جاستريك تيوب وكوب مهمة جدا جدا هي حاجة بسطة بس مهمة كوب الماء او عصير لما احنا بنجي نركب النازو جاستريك تيوب بنجيب له مثلا شالمو ابلع فهي عملية البلع او عملية شروب العصير دي بتساعد ان هو النازو جاستريك تدخل في الاسوفيجاس ويبقى تبقى العملية بسهولة نركب النازو جاستريك تيوب بسهولة ويكون معاك حضرتك ويكون معاك اتهيس في تاب وتاول كده عشان ما توقع على تعمل يعني يكون لابس جاون مثلا في المستشفى فهنا مش عايزين نوسخ الهدوم اللي لابسها فباردك ده حاجات كده تبقى خلا بلك منها هو بعدي الكلام تاني او سرينجة خمسين تاول سيستسكوب توشو بيبر كلام نفس الكلام يعني ما فيش اسأل من كده يكون معاك كويجين او لابريكانت عشان ما تعملوش يعني وانت بتدخل الناس ويجاستريك تيوب ما ينزفش اه في حالات كتير كده ممكن العيان يدخل في بليدنج فباردك انت تكون فاهم ومعاك اي حد يعرف فكرة الكلام ده وكلام من الاساسيات مفيش في اي صعوبة خالص اول حاجة بقى احنا نخش بقى في البروستجر واحنا دارسين ده في الكلية ان احنا البروستجر ده مش بنعمله كده عشوائق لا احنا بنمشي على ايه بنمشي على ستيبس اول حاجة في الخطوات بتاعتنا ان احنا غير لما اروح اعمل جفاش فحضرتك لازم تبقى فهم الحت دي اشوف ال او عايز ايه جميل جميل بعد كده احنا عارف فين الحت ده بردك عشان ايه مبسا بيكون عشان اكسر الحت الخوف لان لما اشرح له التكنيك اللي هعمله له ها يطمن ويبقى فاهم يعني وبعد كده بقوم غاسل ايدي وانت عارف غسيل الايدي بحط البيش انت بقى في ال لازم احط المريض في وضع ال ليه علشان بيساعد في نزول الانبوبة عن طريق البلع او الجرافتي انا بقول لك تركات كده عشان ما حد يجي اسألك ليه احنا بنحط في ال علشان يساعد اللي بالك اللي هي الدراف اذا ما قلت لك فوق نفس الفكرة علشان الجون اللي لابس او اللي بس ما كتوسخش اي بس كده ننزل او او ليه احنا بندله اميس البيزن ده ده يعتبر من الاورال كير مهمة عشان تبقى فهم يعتبر من الاورال كير عظيم اه احنا بنوقف على الجنب اليمين او فدح نتعرف الحت ده يعني بس والله الكلام سهله جدا يا شباب وبعد كده بقوم لابس الجراف زي بتاعي مهمة جدا جدا احنا لازم نشوف النوز دي بتنت ولا لا ممكن النوز دي يكون فيها انف مثلا مقفول او عنده مشكلة في الانف او حاجات متجمعة في الانف وسك كبيرة جدا وليس تعرف التعدي من خلالها نازل جاستر تيوب فنحن لازم نعمل تشيك مهم حقا احنا من خلاله هتعرف انه بيت انت جميل طيب انا بعمل كده ولقيت واحد ايه مقفول ما روحش اركب في التاني ليه يا وطل في التاني دي اللي هو بيتنفس منه فهو الوقت كده يبقى عنده صعوبة في التنفس مش عماش يقدر ياخد نفسه فحضرتك باب الامة متطرقين لحتة ايه ان احنا نركب عن طريق الاورال مهم جدا جدا نروح للخطوة اللي بعد كده احنا بنعمل مجرنج منين مهم جدا وعلى طول بيجي في الامتحان ممكن نشلك بريجي اوفزانوز دي يحطلك تيب اوفزانوز اللي اتنين نفس الفكرة ايه هي الارلوب دي الحطة الطريق اللي بتبقى تحت كده في الودن واخر اخر حاجة هتوصل عندها الاورال اول ما توصل عند الاورال لواضح قدام حضرتك دي بتعمل مارك علامة جميل جميل لان دي المسافة اللي هتقف عنده هتدخل والمارك اللي انت معلمه دي على النهاز وبعد ما تدخل تثبت حضرتك لازم تثبت كويس لان البيشنت ممكن يشدها لو حقك مثلا مش عمله ريسترين او حاجة بيبدأ وفي راعة كله تتحرك عشان يشدها فانت حقك تثبتها كويس بيكون معاك البلاستر وبتثبتها وبيكون معاك اهم حتة مهمة جدا وفي الناس كتير لازم تخليبها منها لان البروسيجر ده يعني بيعمل ديسكمفرت وفي مرضى كتير لا يردوش ان يركبوه لان في الناس مفكر ان اي حد يركبه يخش عن طريق الالف للمعدة انت مش بالسهولة لحضرتك متخيلة دي ده اللي لازم يركبها لازم يكون واحد متمكن وفاهم طب بتقوللي مين اللي بيركبها التمريد ولا الدكتور؟ على حسب سياسة المكان بس لو قلت تقرأ في كتب كده اللي بيركبها الدكتور ويرجيستر دي نيرس والدكتور التخدير حد من 3 دول في اماكن ممكن تقولك مثلا اللي يركبها الدكتور وفي اماكن عادة اللي يركبها الدكتور عادي او التمريد عادي فتبقى فاهم كده عشان مش تعود تحفظ وخلاص أربعة لخمس إنش الأرقام التي تستقل بها أو لا تذكرها ممكن أن يجبها لك في الانتحان ويقول لك نحن نقوم بعمل اللوبريكيت كم إنش من أربعة لخمس إنش طيب ويفضل يكون معاك شيء اسمها يا شباب زي لوكين اسبري طيب ليه بقى؟ هقول لك ما هو نفس الفكرة لأن هذا البروستجر وانت دخل كده في الباكوفز السوروط يعمل رهيب وانت دخل بالنسيس يجهز الكتوب فانت لما بتروش اسبري إذا اللي هيوضح قدام حضرتك كده في السورة فلما بتروش اسبري بيسكن الألم أو بيخضر الألم هيقول نفس الكلام اللي أنا قلته نحن بنسكن الألم أو بنخضر الألم اللي بعده نقول للباكينت نقول للباكينت نقول للباكينت نقول للباكينت نقول للمريض والتخلص من الجاج ريفلكس مهمة جدا جدا ننزل يا بطن ننزل يا بطن نفس الكلام اللي أنا قلته ابلع يا عم الحج ابلع يشرب العصير طيب والتخلص من الجاج ريفلكس هسألك سؤال كده هقول لك وحضرتك بتدخل الأنبوبة وحصل أمامك وانت بتدخل كده في مكاومة تتصرف ازاي في جملة كده لازم تقول حفاظة زي اسمك تسحبها بجنت ومنلف الأنبوبة كام؟ ومنلف الأنبوبة بزاوية 180 وبعد كده بتدخلها تاني ده لو لقيت اي ريزيسانت كده أمامك طيب في حتة مهمة نفس الفكرة ان انت بتسحبها لقيت مثلا البيشانت نفسه وبدأ يجد كده لقيت البيشانت معك بدأ يزرق لقيت البيشانت معك بدأ يقوح ده على طول تعرف انها دخلت فين؟ في التراقية اول ما تلاقي البيشانت معد نفسه تلغبط ان هو يقوح ان هو يزرق فاعرف ان انت دخلت في التراقية فبتعمل جميل اه اه بيعد نفس الكلام تاني فكرة ان هو يعمل اسوال ونجل الوطر علشان تسهل في عملية دخول النازو جاستريكتيوب طيب سؤال مهم تاني امتى بنسحب فورا النازو جاستريكتيوب لو جالك سؤال في الامنحان امتى بنسحبها فورا تكبنيا تكبنيا سيفير قف انتلاقي باش انت معاك اوديك روح بطريقة رهيبة كده ويتلاقيه بدأ يزرق معاك فانحنا هنا بنسحب الامبوبة فورا طيب هنا نفس الفكرة ان انت خلاص بقى لما توصل الامبوبة انت وصلت للمسافة اللي انت محددها اه الحتي ده مهم قوي انت تعرف ان هي دخلت في الاستومك لما تقول اسمك ايه عمل حاج يرد عليك طيب ما رد عليك وتكلم كده اعرف ان هي اه يعني الحمدلله وصلت يعني ودخلت الاستومك ما هي لو في الرأة او مثلا في التغاثقة مش اقدر التكلم يقعد يكوح تاني حاجة بنعمل بقى ان حضرتك بيكون معاك سرنجة خمسين بتركب اللي هي وطرة في السرنجة الخمسين او الحون الخمسين ديت وبنسحب لو شفنا او راجع معانا جاستر الكنتنت يبقى احنا في المكان الصحيح طيب في حاجة كمان اللي هي ايه هنقولك اصبارية جاستر الكنتنت جوسف كونفيرم زا تيب اس ان اساستومك ثالث حاجة بنشوفها ودي اغشر حاجة هتشوفها في المتشفى عموما ان انت بيكون معاك اللي هي السرنجة وبتسحب حوالي ثلاثين ملي من الهوا وتعمل بوش وبتكون حاصد السماعة على الاستومك جميل جميل لما بتعمل بوش وانت حكت السماعة بتسمع صوت اسمه الراشنجساوند صوت اندفاع الهوا ده بيدل على اننا في المكان الصح خلي بقى لك حضرتك لما تنزل المستشفى كمان في ناس ما بتحطي السماعة في ناس بتحطي ايه بس الكلام ده بيجي مع الخبرة وانا ما نصحكش بحاجة تعمل كده ان انت حكت السماعة بس دي ناس بقى دي لما جغلة من زمان بيجي مع الخبرة وانت بتعمل بوش بيحس بصوت الهوا بس احنا بنعلمك الصح فوقك من الكلام اللي انا قلتلك ده اللي بعده لان انت لما تنزل على ارض الواقع حتشوف حاجات غريبة بس الالداء اللي هو الايديال او الحاجات الصحيحة ان انت كطلب لازم تكون عارفة دروق ابروق اهو نفس الفكرة 30 ملي من الهوا ممكن اشيل لك ده في الامتحان اضع لك رقم تاني يعني وبتقول حكة جميل نفس الكلام اللي انا قوله بمكتوب تحت طيب اسألك سؤال لو قالك في الامتحان افضل طريقة علشان تتأكد ان الانبوبة في مكانها الصحيحة ودلك اختيارات افضل حاجة علشان نتأكد انها في المكان الصحيح ان احنا نعمل شست اكس ري اعادها تاني ان احنا نعمل شست اكس ري خلي بالك في حاجات كده تشوفها في الكتب يعني بس منسبة كبيرة مش هشوفها على الارض الواقع اه زي الصورة اللي فوق دي حققت حد يسأل نفسه يعني ايه ده عامل زي كده زي اختبار اللي هو انت مثلا بتشوف اسيتون او جلوكوس في السكر نفس الفكرة بيكون معاك الشرايط ديت وبتقارن وبتشوف فيه يعني لو انت حطيت بجاستر كونتينت اللي هو بيكون عند كذا طب لو هو مكانش في جاستر كونتينت او الحاجات اللي انت ساحبها دي مش من الجاسترك بيكون البي اتش كذا بس الكلام ده من نسبة كبيرة مش هتشوفه على ارض الواقع اللي بقى في المستشفات اللي هي العالي قوي ننزل بس وردك لازم تكون عارفة ده من الطرق اللي احنا بنتأكد منها عادي اقتاني افضل حاجة ان احنا نتأكد ان هي بمكانة صحيح ان حضرتك ايه ان حضرتك تعمل شست اكسري نرى اتش اكسرنال اند اوف زا تيوب تو زا سا ساكشن اوف في دنج ست جميل ااا ننزل ينزل رموف جلافس بعد كده يبتيل عالاج جلافس خلى بالك البروستجر سهل بس الفكرة في التريكات اللي انا برمهانك كل شوية دي دي ديت بقدر عالى كفار في الامتحان انا عرف ان البروستجر صعب جدا بس فيه شوية افكار مهمة لابد لذيء يجب تثبيت حينها وفي الأول سيكتب في حارك لما تركبها تثبيتها تقوم بأمور بشكل كبير ثم تخصيق ايدك ثم تعمل لأن حاجك لا تقوم بخصص حاجك لذي لذي لا تقوم بعملها بطريقة نتعلمك لذي يجب أي شيء تقوم بإمكانك دوريشن أفسيرجن لا تقوم بإمكانك حاجات اللي بيجبها لك في الامتحان. المدة اللي احنا بنسيب فيها الناس وجسر اكتيوب اه في المريض بتبقى كم? بتتراوح بكتراوح. من كم? بتتراوح من ثلاثة لسبع تيام. يعني كده خمس تيام. عظيم? عظيم. طيب. دي لو هي مصنوعة من حاجة اسمها البولي في نايل كولورايد. دي دي مصنوعة من يعني كده من من الحاجات اللي هي البلاستيكية يعني. طيب. لو هي مصنوعة من السيليكون. لو هي مصنوعة من السيليكون. ممكن تقعد شاخرة. اهو. بقول لك مني تيوب بريميرالي زوست ميت اوف بولي في نايل كولورايد ارقوني ديزاين تو بي لفت ان بليس فور من ثلاث تيام. ماكسمم سبعة تيام. يعني افراج خمس تيام. زي بي جن تو ستيفن اند افتر سيفرال ديز اند كان قوز جميل جميل. الكلام ده انت بتقرأه كده. اه طيب لو نفس الكلام لو عشان اه في حد قولت ما تشرح ليه اخر جملة دي زي بي جن تو ستيفن اي افتر سيفرال ديز ما عايز افهم برضك ما مش عايز اكتعد حاجة كده لما تقولها ليه. الانبوب دي احنا لو سيبناها مدة اكتر بتعمل اريتيشن وبتعمل بليدينج ضروري جدا ان نشيلها. عشان كده الدكاترة متنصح ان احنا نبدلها كل اسبوع من فتحة الى الفتحة التانية في الانف. جميل جميل. طيب اللي هي السيليكون اه اه افضل لانها بتفضل اه مدة. وكمان بقى حتة مهمة بقى وتركيا مهمة. مش بتتأثر بالجاستريك اسد. اللي هي السيليكون. مش بتتأثر بالجاستريك اسد. ومش ممكن كبلك فصح والغلط يعني لك سيليكون تيوب اه افكتد بي inicاتراق لا تقول له bei tinue acid لأ، تقول له غلط هي مش مش بتتأثر. السيليكون تيوب مش بتتأثر. فلو قال لك سيليكون تيوب bei gastric acid صح. ثم لو وقال لك سيلكون تيوب ار افكتيز بيجاستريك اسد يبقى غلط. ننزل كومبليكيشنز اه ايه بقى كومبليكيشنز اللي هي بتحصل. في مينور كومبليكيشنز وفي اه سيريس كومبليكيشن. مينور كومبليكيشن اللي هو ايه? اللي هي ايه ديت اللي هي الجيوة ايه التهفل الجيوة الانفية. طيب وايه ابستاكسيس وسور سرو دلها المينور كومبليكيشن. عطول بالمينور كومبليكيشن. طيب السيريس كومبليكيشن زي اللي هي اسفجيال برفوريشن اه 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 نيموسوركس اه اصبيريشن دي من السيريس كومبليكيشن. ننزل الرموفل ما فيش اسهل من كده ان احنا تشيك اف زي باش انت كانت تدريت اورال فيدنج. انت بقى ان احنا بقى بنعمل رموفل لو عرفنا خلاص ان هو هيقدر اه 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 ياكل عن طريق الفم وتمام. طيب البروستجر اه اه تشيك تشيك فزيشن اوردر فور رموفل اف ناظو جاستر اكتيوب. ليه? حضرتك لابدردك لازم تفهم من حت دي. انت لما تنزل تشتغل مثلا في اي سياق ومتشفى وشيلت الرايل. حد جاي يقول لك انت شيلت الرايل ليه? قل له راح شوف الرايل المكتوب. فانت كده بتسايف نفسك. فديتركات كده هتفهم مع الشغل. بتشرح له الرايل بتجاهز ادواتك زي اي اه ادواتك? اه يقول لك اه بلاستيك انت بكون معك شغل كده مش الرايل داي. بيكون متسبب بي بلاستر ايوه. الاباستر الدليء لانت بيو اتشيه دا مترموش ع السرير مترموش ع الارض. لا يكون معك الا pubicent كثير من الاسم تلقين 유سض قصة يعمل محسوس قة ليس شرط ان تكون الخولیاد خطه تحمي ليس لنا بقصة اتواتك. اه ليس هيا بكال لوزط تضيف مصدر الاستخدام في القساة يمكنك تضيف مصدر للتغذية لذلك الفكرة التي أريد أن تستخدمها لك أوصدر المصدر ذلك تضيف في أول فيديو عندما تبردت عنها فقد قمت بالتدكر وأن يثبت المصدر على سبيل التغذية قمت بطريقة نباش هذا لا تود مصدر فهنا لك فهي بقول لك انبن لو متثبت مثلا ببنة او حاجة فبتشيلها وكيرفولي رموف اه مشان اقول لك بردك في الاول خالص ان احنا بنكون مثبتونه ببلاستر وانت بتشيل الادهيس في تاب شيلها كيرفول بالراحة ما تشيلهاش جايم عشان ما تضايقوش يعني الكلام اللي انا بقوله ده انت لما تنزل تشتغل بايدك هتعمله من نفسك بس هو هنا لازم يشرح لك كل حاجة لان في المحاضرة لازم يكون مغطي كل كلمة عشان انت لسه جديد برضك لسه منزلتش تشتغل فمش عايز يسيب حاجة لما يقولها لك والحطة اللي جادة مهمة قوي اكتب وراي احنا بنعمل في اي انهواضع في السمي فاولار بوزيشن طيب بنعمل انهواضع في الهاي فاولار بوزيشن على طول بيجبهم في الامتحان انستركت اذا بيشنت اقول للمريد خد نفس يعمل حج فهو بياخد دي بريس كلام بتيوب وز فينجر كويكلي اند كيرفولي رموف تيوب وز كلاينت هول دي بريس الفكرة وانت بتشيلها تقول له اخد نفس اعمل حج بس من الكلامة يعني اللي هو عايز وصله لك بلايس تيوب اندس بوزيب البلاستيك باج رموف غلافز اند بلايس ان باك اوفر موس كير وبعد كده بقي تعمل له كير فانت بعدك لازم تكون شغلك نظيف يعني ايه فهو خلاص انت شيلت الرايل فتعمل له موس كير طيب ليه عشان الكلام دي يحس يبقى فيه اند كلاينت فيه كومفورت ولي يشعر بالراحة ايه حاجات او التركات اللي انك بتعملها تفرق جدا مع المريض في الاسباب تعملهاش بس يبتفرق جدا ايه رموف الكومنت وشور هاندخس اليدك ايه لازم تعمل دوكومنتيشن ايه لازم تعمل دوكومنتيشن يبقى انت ما عملتش حاجة عظيم عظيم اعاد اقول لك بقى شوية تركات لما تنزل المستجفى مثلا او شغال في اي سيو بالنسبة للنازل وجهاز تركتوب اول حاجة انا مثلا بيش انت لس راح استلم حالة والحالة ديت مثلا مركبها الرايل او الناازل وجهاز تركتوب وانت لسه مستلم اشرفته الصبح وفيه اكل رايل او بيجي المستشفى كده بتطلع زي اكل كده بيسموه اكل رايل بيبقى اكل مفروم وانت الاكل ده مطلوب منك ان انت تعتلي المريض وانت او مرة مثلا او جديد لسه في الشغلانة وانت تجي ساحب خمسين او او اربعين ملي من الاكل ده وانت عامل بوشة على طول وما تأكدتش من ان الرايل مش في الاستمك فانت العيان هو شرقان منك على طول طيب فده اول حاجة قبل ما تدي اي غزاء لازم تتأكد ان الرايل في الاستمك جميل هتقول لي اتأكدت سألت الى قبل قبل ما يسلمني قلت له الرايل شغل هقول لي قلت ده الرايل شغل وزي الفل تجي تستلم منه تلاقي الرايل مش شغل فانت كده يا باشا بتلبس فانت اول حاجة لازم ان انت يعني بالبلد كده يعني متسكش في اي حد فمثلا انت الرايل متركب وزميلك قالك ده هو الرايل شغل ممكن اصلا هو ما يكونش عطف في اكل ولا عمل في اي حاجة والرايل مسحوب هو بس رجعه كده وسبوته ببلاستر وخلاص فانت لازم تسيف نفسك اي غزة تدي في الرايل لازم تشكل اول بالليستيسكوب وتحط خلاص يمعت لاشنج يساوت تمام يبقى في المعدة طيب ما سمعتش نادي اللي معاك في الاي سيو وانت لازم تسيف نفسك فالحتي ده مهم مهم جدا طيب انا اديت الغازة في الرايل وانت بتدي الاكل في الرايل وخلصت كمان الاكل بيفضل في الرايل لا انت لازم تفلشه فانت لازم تكلت اكل فانت تحب ان انت تبلع فحضرتك بتسحب حوالي ثلاثين سنتم من الوطر وبتفلش الرايل ده جميل جميل وبس كده يا شباب هنقف لغاية تنع انا مش هكتصر بس على المحاضر لا انا اجيب لك اسئلة تابع بس معايا فعل الجرس عشان لما انزل الفيديو يزار لك اشعار مش مشترك في القناة لا اعمل سبسكرايب واعمل مشاركة علشان غيرك يستفاد ربنا وفقكم وتحققوا كل اللي بتحلموا به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته